تاني يا جماعة النادي الأهلي ليس طرف من قريب أو من بعيد في موضوع منتخب الومبي ولا إبراهيم عادل ولا أي قصة ولا أي موضوع ولا فيه أي مشكلة فيه اتفاق على خروج إبراهيم خلاص هيخرج إبراهيم وشكراً وما فيش أي أزمة والنادي الأهلي ما فيش مشترف في حاجة وما فيش أي موضوع وارجون الناس تاخدوا الأمور كده بهدوء أنا عارف أن واحد يعني تقولي هي كل حاجة بهدوء يعني عايزها ولعة عايز خناءات ومشاكل عايز دوشة أنت حضرتك عايز كده؟ طيب المنتخب اللي أمتي عندنا أحلام وطموحات فيه كبيرة جداً الرجل صرح وقال أنا طموحي على ثلاث مراكز الأوائل واحد يقوله يعني التصريح ده كان تقيل عشمت الناس ما لازم يعشم الناس ولازم بقى فيه أحلام وطموحات أما اللي حيقولي معجيل كويس مع لعيبة كويسة وأخد اللي هو محتاجه ناس بتقوله أن يعني كنت خد حارس مرمى إيه المشكلة؟ حمزة علاء موجود مع واحد يقولك الرجل ده يعني شاف أن حمزة ميشي مع المشوار فقالك يعني أن أنا مظلموش وأجيب له حارس هو الرجل ده أجنبي الرجل ده أخذ مديلية قبل كافة الامبياد الرجل ده ما عندوش عطفة الرجل ده مش بيرد الجميل لحمزة علاء أن هو وصله للنقطة دي الرجل ده شايف أن حمزة علاء حارس مرمى كبير والولد الحقيق حارس مرمى كبير بجد فبيدي له ثقة شايف أنه مش في احتياج لحارس مرمى خلاص بالتوفيق لحمزة إن شاء الله يقصر الدنيا وأنا عندي ثقة كبيرة جدا أن الولد ده حيروح لنقطة بعيدة سهلة سهلة ومش محتاجة اجتهاد عدل مصطفى وجهازه الفني أنا بشوف أن الرجل ده محظوظ بجهازه عدل مصطفى واحد من أفضل الناس فنيا في الشارع القروي أنا شايف أن عدل مصطفى مشروع مدير فني كبير على خلق مؤدب فنيا دماغه كبيرة جدا محلل عظيم جدا أنا شايف أنه هو عدل مصطفى ده اختيار رائع جدا نفس هادي جدا مع ميكالي ونتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لو حد عايزين نحقيه وحد عايزين نشكره بجد مش الأندية اللي بعتت لعبتها ولا اللعيبة اللي راحت هنا بخص بالذكر زيزو زيزو نجمي لدي الزمالك ده اللي نخصه بالتحية لأنه صمم إنه هو يروح صمم إنه هو يروح سر قوة زيزو ده إنه منزل رقابته إنه مش رافع رقابته مش رافع رقابته هو صمم إنه يروح والزمالك قال له مش هتأخر على طلب المنتخب الوطني الولد دايما موطي ودايما منزل راسه كده وعمره ما بيرفع الياء ولا عمره بيقول أنا هو يتعامل مع الشباب ورايح أحلام وطموحات عشان كده بيروح لنقطة بعيدة آه الأولمبياد تاريخ هيتحسب لأي لاعب ولكن في بعض العيبة تقول لك لا وأنا وشباب صغير تحسب علي أصل نتيجة آه لا يتعمل ليه حزبة ده ما بيعمل لاش حاجة ده بيقول لك أنا هروح أدخدغ نفسي وموت نفسي في خدمة المنتخب وخلاص حزبة لاعب محترم راجل يستاهل الإشادة ويستاهل التحية بمنتهى الصراحة